13. لا يمكن تطبيق قانون فعل الكتلة على الإلكتروليتيات القوية ليه؟ لأن هذا القانون خاص بالتفاعلات الاتزانية وكذلك الاتزان الأيوني الخاص بمين بالإلكتروليتيات الضعيفة 14. يعتبر التحلل الحراري لنيترات النحاس 2 تفاعل تام 14. بص معي على المعادلة كده 2 نيترات نحاس هتديني 4NO2 زائد O2 زائد 2CO 15. من المعادلة واضح لنا إيه؟ 16. الانحلال الحراري لهذا الملح ينتج عنه غازات مثل مين؟ 16. الـ O2 والـ N-O2 والذان يخرجان من حيث التفاعل لذلك هذا التفاعل تام أو هذا الانحلال تام 17. السؤال الثاني بيقولي إيه؟ 17. وضح بتجربة عملية تأثير زيادة السطح على معدل التفاعل 18. القاعدة العامة بتقول إيه يا أولاد؟ 18. كلما زادت مساحة السطح المعرض من المواد المتفاعلة 19. كلما زاد معدل التفاعل ويمكن إثبات ذلك بالتجربة الآتية 20. ضع قطعة من الخرصين في أنبوبة اختبار 21. ضع كمية من مسحوك الخرصين في أنبوبة أخرى 21. بحيث تكون كتلتها مساوية لقطعة الخرصين الموضوعة في الأنبوبة الأولى 22. أضف إلى كل أنبوبة حجم متساوي من حمض الهايدروكلوريك المخفف 23. وفي آن واحد كمان 24. المشاهدة 25. يزداد معدل التفاعل في الأنبوبة المحتوية على مسحوك الخرصين 26. عن معدل التفاعل في الأنبوبة المحتوية على قطعة الخرصين 26. الاستنتاج 27. كلما زادت مساحة السطح المعرض من المادة المتفاعلة أو المواد المتفاعلة 27. كلما زاد معدل التفاعل 27. ما هي المحليل الحمضية والقاعدية والمتعادلة فيما يأتي 27. ألف 27. محلول البي إيتش له 27. بص كده على الإجابة قدامه 27. حمضي 27. يبقى خلي بالكم لما البي إيتش تبقى 27. يبقى الوسط إيه؟ 27. بحلول البي إيتش له 29. وستة من عشرة 28. قاعدة 29. جيم 29. محلول البي إيتش له سبعة 30. خلي بالكم من الحتة دي 30. متعادل 30. الوسط إيه؟ 30. متعادل 30. علشان نوضح الكلام ده وما يتحفظ 30. بص على الرسمة اللي بتتنفذ قدامك دلوقتي 30. شايفين يا أولاد 30. البي إيتش له قيم من 30. زيرو 30. لاربعت عشر 30. عند سبعة بالزبط 30. الوسط متعادل 30. أقل من سبعة 31. الوسط حمضي 31. أكتر من سبعة 31. الوسط قاعدي 32. علشان كده يجي لك أي قيمة أقل من سبعة 32. وإنت على طول بدون تردد تقول إيه؟ حمضي 32. أكتر من سبعة يبقى قاعدي أو قلوي طبعا 33. معي ولكنة 33. سبعة بالزيت هيبقى الوسط إيه؟ 34. متعادل 34. خلي بالك لن ديها تتكرر كتير كمان في الأسئلة اللي جاية 34. وبتيجي في الامتحانات بصفة دائمة يا أولاد 35. السؤال الرابع 35. اكتب المفهوم العلمي 36. نظام ساكن على المستوى المرئي مع تغير ديناميكي على المستوى غير المرئي 37. الاتزان 38. ومن حقك كمان تقول الاتزان الديناميكي 38. اتنين 39. تفاعل أيونات الملح مع الماء مكونا 39. حمد وقاعدة إحداهما أو كلاهما ضعيف 40. لبالكم 40. يبقى تفاعل أيونات الملح مع الماء مكونا حمد أو قاعدة 41. إحداهما أو كلاهما ضعيف 41. طبعا دي عملية الايه؟ 42. التميق 42. طبعا واحد يقول لي لازم بالضرورة إن عملية التميق يكون النتج بتاعها 42. أحداهما أو كلاهما ضعيف 42. أولك لا 43. ممكن يطلع الحمد والقوي كلاهما قوي أو كلاهما ضعيف 44. لكن احنا واخدين حالة من حالتها 44. رقم 3 45. تفاعلات تسير في اتجاهين الطرد والعكسي 46. مع وجود المواد المتفاعلة 47. خلي بالكم والناتجة من التفاعل في حيز الايه؟ 48. ها التفاعل 49. هتقول له على طول التفاعلات المتزنة 49. أربعة 50. تفاعلات تسير في اتجاه واحد 50. حيث أن النواتج لا تستطيع أن تتحد مع بعضها لتكوين المواد المتفاعلة 51. هتقول له على طول التفاعلات التامة 52. إذا أثر مؤثر خارجي على نظام في حالة اتزان 52. فإن النظام يغير من حالته 53. وذلك في الاتجاه الذي يقلل أو يلغي من تأثير هذا المؤثر 54. قاعدة لوشاتلي 56. تتناسب سرعة التفاعل الكيميائي تناسباً طردياً 56. مع حاصل ضرب 57. تقاعدة تركيزات النشطة للمواد المتفاعلة 57. وذلك عند ثبوت درجة الحرارة 58. قانون مهم جداً وهو قانون فعل الكتلة 59. وبرضو فيه معلومة هامة جداً أن هذا القانون للعالمان 59. جولد برج وفاج 60. ركزوا معايا يا أولاد 61. علشان بييجي سؤال لقد ساهم العلماء 61. الآتي أسماءهم في نهضة علم الكيمياء 62. أذكر عمل لكل منهما 63. ويقول لك جولد برج وفاج 63. هتقول له إيه وضع قانون إيه فعل الكتلة 64. والذي ينص على وتقوله 64. مقدار التغير في تركيز المتفاعلات في وحدة الزمن 65. معدل التفاعل 65. مادة تسبب زيادة سرعة التفاعل الكيميائي 66. ولا يحدث لها أي تغير كيميائي 67. ولكن قد يحدث لها بعض التغيرات الفيزيائية 67. العامل الحفاظ 67. خلي بالكم معي 67. هقول معلومة أيضا عن العامل الحفاظ 67. احنا قلنا طبعا هو بيزيد من معدل التفاعل 68. ولا يتغير كيميائيا 69. وقد يتغير فيزيائيا 69. بالإضافة لده 69. لازم نعرف أن العامل الحفاظ 69. في التفاعلات الاتزانية 70. يسرع من كل الاتجاهين 71. الطردي والعكسي 72. ولا يؤثر على حرارة التفاعل 72. خلي بالكم 73. ولا يؤثر أيضا على نواتج 73. التفاعل 74. خلي بالكم من الحتة اللي أنا قلتها دي 74. وندخل في النقطة اللي بعد كده 75. عملية تفكك بعض جزيئات 75. الالكتروليتيات الضعيفة إلى آيونات 75. عملية التأيون 76. عملية يحدث فيها اتزان بين جزيئات المواد المتفاعلة 76. وجزيئات النواتج 77. الاتزان الكيميائي 77. الاتزان الايه؟ 77. الاتزان الكيميائي 77. حاصل ضرب تركيز آيون الهايدروجين 78. وايون الهايدروكسيد 79. الناتجين من ايه؟ من تأيون جزيئات الماء 80. الحاصل الايوني للماء 80. وخلي بالك لأن ده سؤال من أسئلة الامتحانات 80. النقطة بعد كده 12 80. اسلوب رياضي 80. يعبر عن درجة الحموضة أو القلوية للمحليل المائية 80. بدلا من تركيز آيون الهايدروجين 80. بنسميها البي اتش أو الأوس الهايدروجيني 81. الحد الأدنى من الطاقة التي يجب أن يمتلكها الجزيء لكي يتفاعل طاقة التنشيط 81. وجد في الامتحانات يا أولاد في صورة مفهوم علمي 84. أقصى ضغط لبخار الماء يمكن أن يوجد فيه الهواء عند درجة حرارة معينة ضغط بخار الماء المشبع 82. أقصى ضغط لبخار الماء 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 الماء